اشتركوا في القناة ونهارا من اجل الحفاظ على حياة الاخرين دون ان ننسى اولئك الذين وقعوا شهداء اداء وجبهم المهني الهدف تعنا من المنورات الميدانية اللي نعيشها عبر الولايات الداخلية الغرض منها تحسيس المواطن الكريم لخطورة السباحة في السدود ايضا في الاودية في البيرك نظرا لما اصبحنا نخلفه او الاحصائيات العدد المرتفع التي اصبحنا نخلفه هذا هو الغرض ان ننبه العائلات ننبه المجتمع الجزائري ان السباحة في السدود او السباحة في البيرك او السباحة في الاودية خاطرة جدا السدود والاودية بالامدية تحولت الى محطات للاستجمام والترفيه لدى شباب المنطقة بما فيهم اطفالها اماكن يلجأون اليها هروبا من لفهات الشمس الحارقة والحرارة القاتلة التي الهبت اتسادهم نظرا لغياب مراكز للترفيه اخر تقرير للمديرية العامة للحماية المدنية ان 80% من حالات الغرق سجلت في اماكن غير مسموحة للسباحة السدود وحدها ابتلعت ازيد من 20 شخصا وبين الاودية والبيرك فتجاوزت المائتين حالة مما استدع حالة استنفال قسوة لعوان الحماية المدنية والقيام بعدة منوارات تدريبية للبقاء دائما على اهبة الاستعداد كل سيف يحدث وفاة غرق هذا اللي هذا الغرض ارتأت المديرية العامة لستدبيل رفقة الوكرة الوطنية للسدود رفقة مديرية السدود بفتح ابوام مفتوحة قصة تحسيس هذه المواطنين وضع خطة امنية عاجلة لوضع حد المدنية هذه الآفة هذه السنة سجلنا 14 نحالة الى غاية اليوم تم انتيشال 11 جثة من بينهم سبعة اطفال اضافة الى انقاذ ثلاث اشخاص يبقى عوان الحماية المدنية قائمين بدورهم للحد من خطر الموت ولكن يبقى الدور الاول للاباء والامهات لتوعية اطفالهم بمخاطر السبا هدي في الاماكن الغير مسموحة